لمية احكي لي حكايتك وهل خدت تجارب برضو فسخ خطوبات وحاجات زي كده قبل الزواج؟ لا الحقيقة انا يعني ارتبطت بزوجي احنا طلبة في الجامعة ويعني كملنا 4 سنين ارتباط وخطوبة واتجوزنا وبقالنا حاجة و20 سنة من اتجوزنا ما شاء الله بس لان انا بشتغل طول حياتي في حقوق المرأة ومؤخرا كنت بشتغل بشكل اساسي على المرأة ريفية وستات في القرى والريف وفكرة الزواج المبكر كمان في الريف فالموضوع في الريف مختلف يعني حتى التضارب يحصل ايه؟ الخطوبة دي في الريف كنا جواز الريف والصعيد يعني القرى سواء في الريف مصر او في الدلتة يعني والصعيد فكرة انه اتخطبنا ده خلاص يعني نقرينا الفتحة كتاب احنا حتى الفلاحين يقول لك كده الفتحة نص كتاب فكأنك اتجاوزتي مش ده الفتحة مش الخطوبة ممسكش ايديها ولبسها الدبلة وده مش بس على فكرة الخطوبة هي فكرة الارتباط بشكل عام العلاقات العاطفية والانسانية في حياة الستات معدودة عليها زي النفس كده وليه احنا بنخطب ونجاوز بادري في الريف بغض النظر عن بعض المظاهر اللي بيقولوا عليها اتجار اللي ها بيحد غني اكبر منها سنة نتجاوز ده مش الاكثر انتشارا في ريف الدلتا الاكثر انتشارا في ريف الدلتا هو ما يسمى بجاوز السطرة انا عندي بنت ابتدت اتخرجت من تعليم متوسط او في تعليم متوسط وعايز خلاص بقى اتخرجت يعني متخرجتش بتبقى لسه طالبة في الجامعة بس هي او في السنوي ولانه مدارس السنوي في معظم الاحيان برا القرية يعني هي بتركب مواصلات وبتتنقل من قريتها للمدينة لازم تتسطر فبتركب مواصلات مع رجالة وتتعمل مع مدرسين ذكور فلا يعني نلم بقى الموضوع ده بانها ترتبط وتتجاوز وده طبعا لا البنات بيبقوا اختاروا بشكل فعلي ولا بيبقوا عندهم افق تاني للحياة غير الارتباط والجواز وبالتالي فكرة تفسخ خطوبة وادخل خطوبة جديدة ده مش مش شيء سهل اللي بالنسبة لها البنت في الريف او في الصعيد ان هي تاخد قرار فسخ الخطوبة هتلاقي معارضة رهيبة من اهلها هي ما بتاخدش قرار اصلا للخطوبة ولا فسخ الخطوبة افريدي كان لايه طاق وعايزة تفسخ الخطوبة بتلاقي معارضة شديدة من الاهل لان هما في حسابات مرتبطة بالجيرة اولا هما معظمهم بيبقوا من قرية واحدة البنات معروفين بشفاء لأ ده جرنة لأ هتبوازي علاقة العلتين ببعض هو اصل كل الرجالة كده هو مين هيتجوزك بعد ما تفسك خطوبتك ان سمعتك هو كمان الرجالة في بعض الاحيان بيستخدموا نقطة الضعف دي انه كمان مش بيكتفي بان اتفسخت الخطوبة فاحنا ننهي الخطوبة بشكل محترم ان انا ابتدي زي ما بيقولوا في الارياف برضو لسن عليها اتكلم عليها اوسيق لسمعتها مع انتشار كمان بقى وسائل التواصل الاجتماعي والموبايلات والسهولة التزديل والتزديل فسهل ان انا اسقلها وخليها ما تعرفش تتعامل مع المجتمع يعني فده بيخلي فكرة انهاء العلاقة ما هو شيء سهل ولا بسيط وبيتحسب له الاف الحسابات بجانب كمان انه الجواز في الريف مكلف جدا جدا ده كم جرام دهب احنا بنحسب العروسة بكم جرام دهب وبشقف لازم تبقى في بيت العيلة وكم قوضة وهنشتري عفش للبنت بيبك